ماذا لو تخيلنا أن حلم العرب قد تحقق وأن جميع الدول العربية اتحدت لتكون دولة واحدة كبيرة ماذا سيكون وضع هذه الدولة في العالم من النواحي كافة وما هو مركزها بالنسبة إلى العالم لو اتحد العرب ستكون من ساحة الدولة العربية الكبرى 13 مليون و600 ألف كيلو متر مربع وستكون في المرتبة الثانية بعد روسيا الاتحادية من حيث المساحة وسيكون لهذه الدولة سواحل على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي وسوف يصل عدد السكان في حال الاتحاد إلى 385 مليون نسمة وهذا يعني المرتبة الثالثة بعد الصين والهند أما عسكريا ففي حالة ضم جميع جيوش الدول العربية في جيش واحد سيكون لدينا أحد أكبر الجيوش في التاريخ القديم والحديث سوف يتكون من أربعة ملايين جندي وتسعة آلاف طائرة حربية وتسعة عشر ألف دبابة وتسعة آلاف طائرة مروحية وواحد وخمسين ألف سيارة حربية الدخل القومي سيكون ستة تريليون دولار سنويا ما يعني المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين اقتصاديا سيكون إنتاج النفط أربعة مليون برميل يوميا ما يعادل 32% من الإنتاج العالمي على صعيد الكهرباء تغطيت 8% فقط من الصحراء الليبية بالخلايا الشمسية يمكن من إنتاج عشرين مليون ساعة جيجا وات وهذا يكفي لتغطية حاجيات الكرة الأرضية أما على مستوى الزراعة لو تم استغلال أربعة وثمانين ألف هكتار صالحة للزراعة في السودان فقط لأنتجت سبعمائة وستين مليون طن من الحبوب ثلاثمائة وسبعين مليون رأس من البقر وأربعة وعشر ملايين رأس من الماشية وستكون لدينا مساحة شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة تبلغ أكثر من ستمائة ألف كيلو متر مربع كل ما سبق هي أرقام لدراسة قامت بها وكالة سبوتنيك الروسية عرضناها عليكم من باب التمني فلو اتحد العرب سيتفوقون على كبريات الدول لما يملكون منطقات اقتصادية وعسكرية كبيرتين موسيقى موسيقى